السلام عليكم كل سنة وانت طيبين بنعمل بقى افطار مع بعض النهاردة اكيد زيته من الطبيخ والولاد كمان مش بيكله كل يوم طبيخ بنعمل بقى حاجة خفيفة هنعمل طاست سجوء بنحط اول حاجة تسع النار بنحط شوية زيت متكترش الزيت لان السجوء يبينزل دهون خلاص هننزل السجوء ونخليه يتحمر شوية حمره كويس انا حطله اللي هي دي لي باشون الزيت يعني ما يترتقص بس هو ترتقص برضو فمش عارفة المستخدمها غلط ولا ايه قولولي بنقلتها بقى فلسة ثانية عشان صديقة صغيرة متعملوش زي هتو حكاية كبيرة من الاول عشان البطل ما يتخسله طاست هتخسله طاستين بنخلي سجوء يتحمر وياخد لون حلو شايفين اللون اللي هو اخده مقطع بقى بصلتين كده حلوين ومقطع فلفل هننزل بقى اول حاجة بالبصل ونسيبه يدبل شوية مع السجوء وبعد ما البصل هيدبل شوية هننزل بقى الفلفل نقلب بس كده البصل شوية شايفين بقى السجوء نزل دهون قد ايه فانتو متحطوش من الاول زيت كتير ماشي؟ شوية صغيرين بس عشان ايه يعني ما يتحرقش من نجو هننزل بقى الفلفل نمقطع فلفل حرائق على فلفل رومي احمر واخدر لو مش عندك غير اخدر بس لحطي اخدر بس مش خبه تحطي الحرائق انا وقت كتير كنت بعمله باللغدر بس وبيطلع حلوه قوي بردو يعني مش لازم احمر ولا حاجة يعني زي ما تحب تحطي اللي انت حبك ممكن تحمري بطاطس مكعبات كده وتحطيها علي بس انا حمر البطاطس اللي وحدها بره شايفين؟ وطبعا الخضار بيبقى واخد من طعم السجوء والدهون اللي نزل من السجوء بيبقى طعمه حلوه قوي وما تخافوش كل الخضار ده اصلا هي هيتبل الوقتة وهيكش ما ما تقوليش لأ ده كتير وكده لا هيكش معاك نحط بقى شوية مرح وفلفل كده كده السجوء منتابل احنا بنحط بس مرح وفلفل عشان الخضار نتابل بس الخضار خلاص نقلب بقى نسيبه علي نور هذي لحد مما الخضار ده يدبل هو خلاص اصلا قرزي ديبل اللي هو الفلفل ما بياخد شوقتي كتير عالنور خلاص هنعمل بقى كمان معاي بطاطس محمرة وهعمل سوست حينه حاجات كده ايه جنب الاكلة للحرشة الحلوة دي تكمل الاكلة خلاص هقلب وكده خلصت هو جاس انا مسايبه علي نور وطس خالص ما هديه نور علي خالص حمرت كمان شوية بطاطس شايفين طلع حلوة ازاي بطاطس دلوقتي في السوق تحمير وحلوة اوي في التحمير نعمل بقى السوس التحينه احط معلقتين تحينه خام التحينه دي بتبقى حلوة اوي بقى مع كفتة سجوء احاوشي بتبقى حلوة اوي احلى من بتاعة الشارع كمان احط معلقتين التحينه خام احنا عملنا التحينه مع بعض الفيديو لو حابين تشوفوها وتعملوها كنت لسه اعملها معاكم من قبل رمضان خلاص حطيت التحينه وانزر عليها بفرستين من التوم وحط كمان عليها شوية خل خلاص ممكن تحطي لمون او خل بس اللمون بلي اكتر مع الحاجات اللي هي اسميك يعني لكن اللحوم والحاجات دي نحط لها خال هنقلب بقى الخلي كويس وانزيف التوابل هحط ملح وفلفل اسود وكمون وكزبر لو حابها سبايسي شوية ممكن تحطي سنة شط خلاص بس الفلفل اسود ما تكتريهوش يا دوبك رشة صغيرة عشان التحينة بتاعتك من تغمقش متبقاش صودة خلاص هنحط الكمون والكزبر ونقلب بقى التحينه بالحاجات دي كلها هتلاقي التحينه بقى تقلت منك كده وكتلت هو ده بقى المطلوب انت اول ما بتحط لها خل او لمون وتلاقيها كتلت وتقلت ومعي بقى ما يصخنك وتغليها في الكتر اللي هنخففها بيها تقلب بس كويس الخل ده نقلبها معها مع التحينة كويس ومع التوابل هتلاقيها كتلت جامد قوي منك شايفين؟ شايفين كل ما بقلب عملها تتقل كل ما بقلب بتتقل خلاص هنزل لها بقى المية صخنة وما تكتروش مية يعني بالراحة لو راقيتها محتاج تزودوا عشان بس ما تخافش منكم قوي وعلى فكرة هي كل ما بتبرد بتتقل لان هي احنا حطين لها المية صخنة فيها كل ما بتبرد بتتقل خلاص هنقلب بقى هتلاقيها فكت معيك وكاومة زبط وبقت حلوة ما تخافش مش خفيفة ولا حاجة احنا بنفكها كده مع بعض هتلاقيها بقى تقاومها مزبوط خلاص شايفين اكلة سهلة وسريعة وحلوة قوي حابة تعملني جمان جمبها مكرونة بالتموتم تبقى حلوة قوي تاكلها كده بتغمسوها ممكن تعمليها لهم سندوتشات تغيير احسن من كل يوم طبيق بقى ورز وحاجات بسلسة عشان تغيير وكمان تجديد وكمان اكلة سريعة يعني عايز اقول لك الاكلة دي ماخدتش مني ساعة بتقطيع الخضار وكل حاجة ماخدش مني اكتر من ساعة وبجد اكلة لذيذة احلى من الاكل بتاع بره حاجة سهلة وكمان عشان هم مزهوش خلاص شايفين بقى التحين اكلها بقى حلوة ازاي شايفين الكلام مش خفيفة بقى يعني زودنا ميا بس هي مش خفيفة خالص وكل ما بتقط كل ما بتتقل احط لها بقى رشة زيت كده على الوش حابة تحط لها رشة كمون ورشة جطة على الوش حطي كمون وحطي شط انا هحط لها رشة كمون وبس كده تجيب بقى عشطاري عششامي زي ما تحبي عبه تعمل عليهم في سندوتشات فين وبقى وعليها الطحينة زي سندوتشات بتاعت بره هتبقى حلوة قوي برده شايفين الجمال وبجد الطحينة زي بتخلي الاكل زي بتاع بره بالضبط رشة تشطة كمان على الوش ممكن تحطي باب ركعة لو مش بتحبه الحاجة اللي سبايسي وبس كده شايفين الطحينة دي بتبقى حلو قوي كمان مع الحواشي بتبقى طحف هنعمل كمان الحواشي مع بعض في فيديو هنعمله بطريقة حلوة قوي مع الطحينة دي وبس دي كانت الاكلة بتاعتنا على الفطر النهاردة يا ربي الفيديو يكون عجبكم جربوها بالطريقة زي هتعجبكم قوي جربو طاستستجو ايدي لو حابين كمان تعملوها في ورقة زي برقة سجوء في الفرن تلفوها في ورقة فويل وارق زبدة ودخلها الفرن كمان هتبقى حلوة قوي وبس يا ربي الفيديو يكون عجبكم اشتركوا في القناة وشتركوا في القناة باي باي ترجمة نانسي قنع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قضي